على أطراف جزيرة أرواد على السحر السوري يعمل خالد بهلوان على إنجاز قارب شرع في صناعته قبل أشهر في حرفة يجهد أفراد عائلته للحفاظ عليها رغم تراجع الطلب نحن تماني ونتمنى أن هذه المصلحة لا تنقرد نتمنى أن الكل يعلموا لهم لأنه إذا لا سمح الله صار أي شيء ما هذه المصلحة لا يعمل فيها ونحن الوحيدين أهل بهلوان بالسورية كلها ما يعمل فيها وتخصصت العائلة بصناعة القوارب الخشبية وإصلاحها منذ مئات السنين ورغم التعديلات التي طرأت على شكل صناعة السفينة الخشبية وآلياتها حافظت عائلة بهلوان على الهيكل الأساسي الذي اعتمده الفينقيون الذين امتهنوا صناعة السفن ووضعوا أولى أسس الملاحة البحرية وأنجبوا أفضل وأمهر البحارة بتستخدم لنقل الركاب من أرويد لطرطوس وبتستخدم لنزهة مثلا إذا حدا بدي أخذ لانش خاص مثلا يعملوا لقله من شان يتسبح فيه أو يكذر فيه بالبحر وتشكل جزيرة أرواد استثناء نادرا في سوريا لعدم وصول أي طلق ناري إليها طيلة سنوات النزاع إلا أنها تأثرت بتداعيات الحرب على الحياة الاقتصادية والظروف المعيشية قلة الكهرباء وقلة المحروقات بس عمل نتجاوزها بطريقة يعني رجعنا على طريقة جد وأبي عمل نستعمل هاي إذا عمل نستعمل بدل هاي كله وكبره هاي رابون عمل نستعمل هاي وعما نستعمل بدل مأضحة الإيد كنا يعني كان بيس عمل نستعمل وبدل الكهرباء وتبعد أرواد عن شاطئ مدينة طرطوس حوالى ثلاثة كيلومترات وهي الجزيرة المأهولة الوحيدة في سوريا ويخرج منها يوميا مئات العمال وساكن الجزيرة وزوارها مستخدمين زوارق خشبية معظمها من صناعة عائلة بهلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر